السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله اشعارات جديدة من الفيديوهات وعمل لايك يا جماعة لتوسع انتشار الفيديو على منصة اليوتيوب والمشاركة مع الاصدقاء واشعار كل الفيديو يا جماعة يلا بينا نزلع. النهاردة هنتكلم على نبات عصاري وينتمي الى الفصيلة الصبارية هو النبات او عمود الشيطان. والاسم العلمي للنبات والموطن الاصلي للنبات المناطق الشبه اللي السوية في امريكا والوسطى والشمالية. يدعى باسم عدة يا جماعة منها ظهرة الكمان او ظهرة النعل او عمود الفقر الشيطان او سلم يعقوب. يعتبر النبات البيديلانتس من العصارات الرائعة الجمال سهلت العناية لها اظهار حمراء صغيرة تزهر في اوسط فصل العربية. والشيء الغريب والعجيب في هذه النباتة هو اسمها. فلا تستطيع ان تجد اسم واحد لها خصوصا اذا كان بحثك عن هذه النباتة باللغة العربية لكن المراجع باللغة الانجليزية مالية واقصر اسمها شهرها هو عمود الشيطان او البيديلانتس. هموما صعوبة الاسم لا يغني عن كون هذه النباتة نادرة وراءات الجبال وتستحق الاقتناء لجمال اوراقها المبركشة يا جماعة باللون الاخدر من الاوسط والاحراف باللون الابيض. حاجة يا جماعة ما شاء الله اللي انت تقدر تقطنها لمحبي نبات الصبار وما شاء الله يا جماعة مرسوعة نبات الصبار خمسة عشرين الف نوع من نباتات الشوكية ونباتات عصرية يا جماعة. تعتبر نبتة البيديلانتس من العصريات وهي نبتة داخلية سهلة الاناية وليست سهلة الاكثار. اوراقها متقابلة وهذه جمال اوراقها اختلاطة باللون الاخدر فيها بالابيض. وتنتج نبتة البيديلانتس ظهور حمراء صغيرة في اوساط الربيع. سرعان ما تنشف وتسقط وتستطيع هذه النبتة ان تصل الى ارتفاع اثنين متر. ما تنسوش يا جماعة الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم اشعارات جديدة من الفيديوهات. ولو في اي سؤال او اي صفصار يريد تكتبولي وهرد عليكم على طول. هنتكلم على الطرق العناية من النبات البيديلانتس يا جماعة. والنبات البيديلانتس من العصرات ويحتاج الى اضاءة قوية بعيدة عن اشعة الشمس المباشرة. وعندما تضع هذه النبتة في الشمس يتحول اطرافها اوراقها الى اللون الزهرية يا جماعة. فاعيدها الى مكانها في السابق. تحتاج الى الطربة يجب ان تكون خفيفة جيدة الصرف. والطربة غير جيدة الصرف تضر بها جدا. فالعصرات تؤدي الى تعفن الجدور. كون النبتة من العصرات. فحاجتها من الماء قليلة. لذا يقوم برايها بحكمة على فترات متبعدة. وايضا نبات البيديلانتس يعيش في الاجواء الدافئة. وفي الشتاء احرص على ان تضع نبتة داخل البيت. في مكان دافئ. حيث ان درجات الحرارة الباردة تؤدي الى تعفن اطراف هذه النبات. ويؤدي الى تساقط الاوراق. وقد تموت نبتتك بسبب هذه الظروف. وهذا عن تجربة يا جباعة ونخلي بالنا من النبات. يحتاج الى سماد ويضاف السماد ان بك ايه عشرين 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 السائل الى ماء السائل كل تلات اسابيع مرة وتكون الارض نشفع علشان يقدر النبات يستفيد منه يا جماعة. حاجة ما شاء الله لانت تقدر تكتنيها عندك في المنزل بعقل الاشاء. وزي ما ذكرنا جماعة نبات الديدلانتس نبات ليس سهلا ولا صعب الاكثار صراحة. فقد خذ عقلة من فصل الربيع الى بطول خمستاشر الى عشرين سنتي او من عشر الى خمستاشر سنتي. يا جماعة. ايه قم من كمم الافروع النامية. وازل جميع الاوراق السفلية. واترك ورقتين او سلاس في القمم العقلة. ماشي. ثم اترك العقلة يومين او سلاسة حتى تجف العسارة في نهاية العقلة. ثم قم وضعها في طربة جيدة التصيف ووضعها في مكان دافئ وظليل ويمكن وضع اكثر من عقلة في حوض واحد يا جماعة على اساس اللي انت تقدر اه لو في حاجة ما نجحتش معاك. دي بقى عامل بديل لها وماشاء الله يا جماعة قلتلكو. هي لا سهلة ولا صعبة في الاكثار. حاجة ما شاء الله اللي انت تقدر تنفزها عندك في البيت بقى قلل الاشياء. والقافات والحشرات اللي بتصيب نبات البدلانتس يا جماعة. ما عادة ما يصيبها غير العنكبوت. او الحشرات القشرية. فهي ريت نتخذ الاجراءات باستعانة مهندسين زراعين بجوار المنزل. او سيدلية زراعية. لكون اختلاف المبيدات الحشرية من كل دولة لدولة يا جماعة. وانا بحبش اذكر اي مبيدات على الساس باختلاف الانواع. انه نبات البيدلانتس يا جماعة. نبات البيدلانتس واخيرا يا جماعة نصيحة. برغم انه جميل جدا الى انه من اكثر النباتات السمية. فجميع اجزاء النبتة والورقة والساق والجزور تحتوي على اصواره سمى بيضاء تشبه الحليب. زي ما حضركم شايفين ده اصر اني النبات كان في الشمس يا جماعة تأثر الى الحراف اللوراء الى اللون الاحمر الوردي زي ما حضركم شايفين. فارج جماعة ما نعرضهاش لأسرعة الشمس المباشرة. وهي زي العصارة قد تكون سمى جدا ازا ابتلع من قبل الاطفال. كنوني نحذرين عند التعامل مع هذه النبتة الجميلة. وناخد احتياطاتنا يا جماعة من نبات البيدلانتس. ده كان فيديو سريع مبسط على نبات البيدلانتس او صبار او او اصاري البيدلانتس. لو في اي سؤال اي اصصاري اريد تكتبولي وهارد عليكو على طول. ما تسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس مع احيان. ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة. اشتركوا في القناة